السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبة عاملين ايه النهاردة بمشاقة اللي هنعمل مع بعض الوصفة الحلوة دي دي حاجة حلية كده بالبرتقان والجزر والنشا والسكر والفانيليا دي زيها بالزبط زيها زي قمر الدين بالزبط اللي احنا بنعمله في رمضان وطعمه احلى ونفس المزازة وكل حاجة بس طريقة مختلفة جدا واسرع واسهل لك لاطفالك بالذات الاطفال الصغيرة زي ما احنا شايفين كده مغزية جدا وحلوة جدا وخصوصا لما بتحطي في التلاجة بقى وتبرد بتبقى حلوة جدا دي الطريقة اللي انا قلتلكو عليها يا جماعة هتجربوها ان شاء الله ونشوف مع بعض كده للمقادير معي حوالي كيلو نص جزر مقطع حلقات زي ما انتو شايفين كده وحط عليهم غطيها بالمية مش ما حطة مية كتير اه وسلقه سلق جامد جدا زي ما احنا شايفين كده اهو هو كده تسلق انا سلقت عشان ما تقولش عليكم الفيديو شايفين بتستقيل درجة ان هو يتهري شايفا بيتهري بايدكي خالص كده بيت سلق عادي اهو وكده تسلق ومعايا كبايتين عصير وحوالي خمس معالق نشا اه وكباية مية ومعايا ممكن ميت سكر حسب الرغبة زي ما انت عايزة في السكر طبعا وزي ما قصرتك بتفضل ومعايا كسين فانيليا سهلة جدا ومغزية جدا طبعا الجذر فيه فتامين الف والبرتقان فيه فتامين سي والجذر يقوي النظر زي ما بيقولوا والفتامين سي ده بيقوي العظام الكالسوم في الجسم وبيعمل مناعة عالية انا اخد كل الكمية دي اضربها في الخلاط كلها طبعا ما بتصفاش ومخسول وما تشليش قشره كمان ان القشر فيه كيمة غزائية عالية سي بيه زي ما هو هنضربه في الخلاط ضربناه في الخلاط زي ما انتوا شايفين يا حبيبي ورجعناه في الحلة هو طبعا بياخد قوام ما بقاش خفيف قوي طبعا انت لو حست انه تقيل قوي حط كباية مية بس بعد ما تحط العصير العصير هنحط كبايتين عصير البرتقان متصفي ومعصور ويفضل انه يكون برتقان بلدي نسبة المية فيه اعلى وبيبقى فيه مزازة كده حلوة اهو بكل ما بنحط القوام بيخف نحط كمان الكباية التانية زي ما احنا شايفين اهو يا حبيبي ونقلب تقليب مستمر وصفة جميلة جدا والله وهتعجبك وقوموا عملوها على طول بمجرد ما تسمعوا الفيديو وهتدعولي ان شاء الله حتى لو فيت جوف وعملتها كحل وجميلة جدا هنحط السكر وقالنا زي ما اسرتك طبعا بتفضل حبوا الحاجة حلوة قوي زودي انا مش حطها بعيار هو سكر عادي خشن طبعا بدوبه للاخر شايفين القوام بقى خفيف عندي ازاي شوية عن الاول اهو خف خالص فهحط كمان كباية مية انا عشان نخففه اكتر لان انا لسه معايا ايه نشا اهو زي ما احنا شايفين اهو هنرفع بقى آآ كل هزود السكر تاني حسنه دلع هرفع كل الكمية دي عالبتو جاز مرة تانية وتغلي غليان جامد عشان الخليط ده كله يمتازج السكر مع البرتقان مع الجذر مع المية يبقى خليط واحد زي ما احنا شايفين هنوديه عالبتو جاز ونشوف هنعمل ايه قوام مخفه هون خلاص هون محتاج يغلي بقى شوية بس ما ينقص يغلي بس يرسل مرحلة الغلايان يعمل فقاقية كده من البتاع بتاعه وبعدين نشوف هنعمل ايه على بال ما يغلي عالبتو جاز انا هجيب النشا هجيب النشا بتاعي ويحطه في البولة دي مطرح السكر دول حوالي 3 معالق ولو عزت تاني هحط تاني حسب ما يدخن معايا الخليط على النار زي ما احنا شايفين كده هون دازل معلقة كل مليانة 3 معالق مليانين ودول حوالي 3 معالق وحبة صغيرين ونص يعني او ربع اه ونص معلقة هنحط عليهم المية زي ما تشايفين يا حبيبي لسه الفانيليا ما عملتش بيها حاجة هنحط المية ندود بيها النشا تمام كده اهو ونتأكد انه داب واسيب الفانيليا على جنب لسه معادها ما جاش دلوقتي اه وصفة جميلة جدا ومغزية وانا انا عن نفس كنت بعملها لالاطفال وهم صغيرين جميلة جدا يعني هي الطفل مثلا عنده شور بتعتبر وجبة وجبة صلبة يعني بدل اللبن والرضاعة وكده دي بتعتبر وجبة صلبة ومفاش اي اضرار برطقان وجزر ومية ونشا وكلها مكونات يقدر الطفل السواء اللي عنده من تسع شهور من ست شهور يا كلها داميلة جدا هنروح بقى على النار بعد كده ونحط النشا بس طبعا بعد ما تغلي ايه الخليط كل يغلي على النار اهو يا حبيبي بدأ الدخل في الغليان هستمر في التقليب شايفين هو لونه بيفتح كده بس بعد ما يستوي بيرجع للون القصدي بتاعه اهو زي ما انتو شايفين ومش عايزة فقط تكاركو يا جماعة بعد ما تخلصوا الفيديو تحطنا لايك والاشتراك عشان تشجعونا نعملكو وصفات احلى هحط كمية النشا واقلب لازم يديني قوام سميك زي المهلبية اهو زي ما انتو شايفين وده بيعتبر نوع من انواع المهلبيات برضو اللي هي المهلبية البرتقان بالجزر معروفة هبدأ احط بقى النشا في الآخر عشان الريحة بتاعته لازم تبقى قوية في الآخر احط الفانيليا الاتنين هاستمر في التقليب عشان ايه انا حطت نشا اهو واشوف القوام لقيته خفيف بزود النشا ما فياش اي مشكلة الغيات ما يربط معايا انا كنت حطى 3 معالق ونص نشا احتمال ايه احتاج ممكن عادي احبت مية سقعة واحط فيهم معلقتين النشا الزيادة واحطوهم عادي فيش مشكلة طبعا الوصفة دي بتحطش فيها لبن يا حبيبي الوصفة دي بتحطش فيها لبن زي ما احنا شايفين كده اهو استمر في التقليب انا كل ده بقلب علشان لسه موصلتش لمرحلة الغلايان من ان النشا مش هيبان عندي الا بعد الغلايان استمر في التقليب زي ما احنا شايفين اهو ابدأ يغلي اهو شايفين شايفين يا جماعة بدأ يغلي هشوف برضو هختبره هرفع كده وشوف تقل ولا لا لا انا حاسة كده ان هو ايه خفيف هجيب نشا تاني في حبة مية وحطوه ودي اخر اضافة طبعا هضيفها عنشان قبل ما ايه مطفي عليه زي ما احنا شايفين يا حبيبي وجبة هيلة ووصفة جميلة جدا طبعا النشا موجود في البيت والبرتقان في البيت والجزر في البيت فتعملك ممكن نكون الطفل مكنش البرتقان نفسه لكن ممكن يكل حاجة زي كده انا را حطيت معلقتين ونص تاني نشا بمية على الخليط واسيبه بقى يغلب راحته ويتقل هستمر في التقليب عشان نشا ما يكالكعش زي ما احنا شايفين كده حبيبي اهو جميل جدا اهو بعد كده القوم هيباني واللون الحقيقي ليها هيباني الوقت اللونها فاتح بس ما ندفع لها تبقى لونها ايه واضح زي ما احنا شايفين يا حبيبي خلصت معايا وتقلت معايا طبعا عشان سخنة برضو تحس انها عاملة من بعدها لأ بس ما تبرد هو كده الملابية ما تعملاش اكتر من كده عشان ما تقيه ما يبقاش كلها نشا وجلد في التلاجة كده حلوة جميلة اهو اصب بقى الخليط في البولات زي ما احنا شايفين اهو يا حبيبي صبت واحد اصب بقى الباقي كله وارجع لكم اهو يا حبيبي شكله جميل عمل الكمية دي كلها كله ونص الجزر وكبيتين العصير وحوالي كبيت السكر والخمس ست معالي انشا وكبيت المية المنظر اللي انتوا شايفين ده منظر مشرف للضيوف للاطفال ليكي انت شخصيا اهو ما تنسوش حبيبي انكم تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس ومشاهدة كاملة اهو بقرر موضوع المشاهدة الكاملة ده اهو عشان يعني حس ان احنا تعبنا وقفدناكم في حاجة اهو يا حبيبي حتى بص لسه ما بريدش وربط اهو اهو ان شاء الله تحطيه في التلاجة بقى يطلع جميل ويطلع الحتة بحتتها كده وجميل اهو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته